الدكتور سربست، القوى العراقية داخل الدولة وخارجها تقول أن الانسحاب الأمريكي المتوقع انحصل فهو كان نتيجة الضربات للقواعد الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق على يد فصائل المسلحة الموجودة في العراق والولايات المتحدة تقول هو جزء من التزامنا بتخفيف عدد القوات وعديد القوات في العراق أيهما نصدق؟ أي الروايتين نصدق؟ نعم الآن العمليات القتالية انتهت نحن نعلم بذلك لكن هل العمليات اللوجستية وغيرها انتهت؟ هل تستطيع القوات العراقية أن تستغني عن الخدمات والخبرات الأمريكية؟ ثم تشكوك حقيقية أما بالنسبة للضربات نحن وجدنا أن الولايات المتحدة كان ردها قاسيا وحادا جدا إذا تلك الضربات التي أدت إلى هؤلاء يدركون أن أرواح جنود الأمريكين غالية ومؤثرة ويحاولون ابتزاز الولايات المتحدة في هذا الظرف الانتخابي بهذا الشكل التلويح أو التهديد بقاتل عدد من الجنود الأمريكيين سيلزم الطرفين المتنافسين إلى أطلاق وعود بسحب القوات الأمريكية وهذا غير ممكن بالمناسبة حتى لو فاز ترامب ترامب أكثر تشددا بالبقاء ومواجهة النفوذ الإيراني في العراق وقد وجدنا ذلك في فترات سابقة 2019 و2018 و2020 الآن لدينا مشكلة أن هؤلاء يحاولون إهام الجمهور أنهم يحققون انتصارات عظمة على القوات الأمريكية في العراق وأنهم يحاولون خلق مأثرة عسكرية وملحمة بهزيمتها وهذه شعارات زائفة قبل يومين إسرائيل بعد أطلاق مسيارات من قبلها على إسرائيل الإسرائيليون ردوا بالتهديد بأنهم سيقصفون مقاراتهم ومراكزهم هناك تسريبات تقول أن معظم قيادات تلك الميليشيات فرت من العراق خلال الساعات الماضية هم ليسوا قادرين على مواجهة التحدي الأمريكي الأمريكيون قتلوا أبو بكر الساعدي أبو بكر الساعدي نعم أحد قادرة الكتاب في قلب بغداد ولاية المتحدة واضحة وحاسمة إذا أي تهديد لحياة جنودها والتصريحاتهم على الدوام تؤكد أن أي تهديد لحياة جنودهم سيلقى ردا قاسما وقويا إذن هم يدركون ذلك لكن عملية الابتزاز الاستعراضية هذه لن تفيد والعراق لديه تحديات داخلية أعظم من أي تحديات خارجية هؤلاء يريدون أن يدفعوا بالعراق إلى مأزق إقليمي سواء عبر خلق الصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة عواقب ذلك ستكون كارسية في نهاية الأمر الولايات المتحدة إن أكرهت وهذا مستبعد ومن الصعب قول ذلك على الانسحاب ستنزح إلى إقليم كردستان وكما صرح مسؤولين في الخارجية في البنتاجون وستمكس قواعدهم في هذه المنطقة لكن هذه الرهانات تبدو خاسرة على هؤلاء الانصراف إلى التحديات الداخلية في العراق إذا كانوا فعلا يملكون حسا وطنيا بالتفكير الوطني العراقي الاستقرار الأمني استقرار بين مكونات المجتمع العراقي تنمية سياسات الصحية البنية التحتية هناك مئات القضايا المتراكمة منذ مرحلة السقوط إلى يومنا هذا عاجزت حكومات المتعاقبة المشكلة لهذه الميليشيات عن تحقيق أي تقدم حقيقي وفعلي على هذا الصحي